موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الصحة والجمال صباح الصحة صباح السعادة صباح الجمال النهاردة هنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج مستشارك الطبي عنوانها العلاج بالماء والعلاج بالحب اظن كتير من الناس وانا واحد منهم كنت باعتبر ان المية دي مجرد ان احنا بنشرب مية مجرد هي معمولة عشان نشرب وبس اتضح لي ان الامر خطير جدا وجميل جدا النهاردة هنتكلم عن جمال المية ومعجزة المية وفوائد المية في علاج كثير جدا من الامراض العضوية والنفسية وطبعا يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ الدكتور عصام العادي استشاري القلب والاوعية الدموية بمركز خليج الصحة بمركز تابوك بالمملكة العربية السعودية وهو طبعا معنا في مصر النهاردة وبنستغل وجوده في وطنه الحبيب مصر ان يكون ضيفنا النهاردة في حلقة مستشارك الطبي وبنقول له دكتور عصام اهلا وسهلا ومرحبا ومنور مصر كلها اهلا وسهلا ومرحبا يا فانده النهاردة طبعا هنكلم عن العلاج بالماء والعلاج بالحب نبدأ بالماء لان موضوع الماية طبعا منتشر لان الناس بتستخدمه كتير جدا جدا فهي اداة خطيرة جدا ان احنا ازاي ابقى معنا الكنز ده ومش عارفين نستخدمه غير في الشرب فقط طيب بداية ابل ما ندخل بقى في الموضوع الكبير والجميل ده يعني كيف بدأت لحضرتك وانت انسان جميل وانسان محترم وايضا طبيب محترف منين بدأت نمت اليك فكرة العلاج بالماء بسم الله الرحمن الرحيم العلاج بالماء هو علاج قديم جدا وعلاج رباني من الله سبحانه وتعالى حضرتك عندما اراد الله لسيدنا ايوب اراد له الشفاء ماذا قال له قال الله تعالى في كتابه الكريم اركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب يا سلام اركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب يبقى اذا هذا هو الداء وهذا هو الدواء يبقى اذا الماء من زمان من قديم الازل لها تواقع ربنا سبحانه وتعالى كان قادر يشفي سيدنا ايوب بدون ما يقول له اركض برجلك صحيح يقول للشيء كن فيقول نعم نعم كن ممكن نشفيه ولكن لماذا قال له اركض برجلك اولا لنأخذ بالازباب نعم الشيء الاخر ان دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى لكل البشر اللي في زمن سيدنا ايوب وما بعد سيدنا ايوب ان نتخذ من الماء منهج يا سلام علاج ان نتخذ من الماء منهج علاج نعم وتعالى شوفوا التكريم للماء في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا من السماء ماء طهورا نعم وقال الله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا نعم وفيش اكبر تكريم من ان يكون عرش الرحمن على الماء وجعلنا وكان عرشه على الماء نعم وكان عرشه على الماء نعم وفي قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم ده ده اذا هي فيها مواطن عديدة الماء سر الحياة وتعالى انظر الى القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى جعل الماء مكرون بالجنة جنات وعيون دائما الماء مكرون بالجنة نعم حتى في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبة جنات وحبة الحصيد نعم نعم اذا الماء جنة جنة الماء جنة رحمة شفاء سر الحياة الماء سبحان الله موجود على سطح الكرة الارضية نسبة الماء على سطح الكرة الارضية 71% يا سلام سبحان الله هي نفس نسبة الماء الموجودة في جسم الإنسان و هو منطراب أساسا منطراب 71% طيب يعني طبعا ذكرت في القرآن في مواطن أكثر من ذلك يعني أتذكر يعني كان أنا كنت قرأتها قريبا في سورة الأنفال و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطاني و ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام يعني الموضوع فعلا لها فوائد ايه فوائد عظيمة جدا فوائد عظيمة طيب الماء موجودة في الحنفيات ما فيش أكتر منها تمام؟ أنا أفتح الحنفي و أشرب في أي وقت أي كمية ولا الموضوع له أداب و له طرق نقدر نتعلمها من حضرتك علشان ناخد أكبر فايدة من الماء سواء كانت إن هي مجرد غزاء أو شفاء فيه ماء عادية فيه ماء طبعا فيه الماء السخنة يعني فيه الماء أنواع اللي هنبدأ به العلاج فيه الماء العادي اللي هو ماء الشرب و فيه العلاج بالماء العادي العلاج بالماء الدافئ و ده الطريقة اليابانية تمام و فيه العلاج بماء زمزم و فيه العلاج بالماء المقرؤ عليه آيات من القرآن الكريم و فيه العلاج الفيزيائي للماء كل طريقة من طرق من هذه الطرق كل نوع له طريقة كل نوع له طريقة تمام طريقة في كمية الماء و طريقة فيه توقيت تناول هذا الماء تمام نبدأ بالماء العادي الماء العادي دائما الماء العادي يعني نحن نوصي بشرب الماء العادي قبل الفطور مباشرة كوب زي ده حضرتك قبل الفطور مباشرة طيب قبل الفطور مباشرة يعني أشرب وأكل ولا أستنى قبل لا أستنى شوية قبل الفطور مباشرة ليه ليه لأن طول الليل الواحد نايمة بيقولش الدم يميل إلى الحامضية البيتش بتاعته بيكون حامضية ودي مادة سمع الجسم فشرب الماء على الريق بيعادل هذه الحامضية بيخلي الماء يرجع إلى الطبيعة القلوية بتاعته فبيعيد قلوية الماء جميل أيضا بنشرب كوب الماء ده قبل النوم أتقصى حضرتك بيعيد قلوية الدم بيعيد قلوية الدم لا الماء يعني بيدخل الدم فبيعيد قلوية الدم اللي هي المفروض تكون أفيد للإنسان بيرجع الدم إلى طبيعتها أيضا يتم شرب كوب الماء ده قبل النوم ليه؟ دي فترة تانية لأن الدم بالليل يميل إلى اللزوجة يميل إلى اللزوجة فالماء بيخفف الماء بيخفف الدم فبيكون مانع للجلطرة آه تباً 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 لأنه بيخفف والاسترخاء بتكون الأوعية الدموية متسعة ويكون الدم بطيء جداً في الدورة الدموية والضغط والضغط قليل ويميل إلى الجلطات علشان كده شرب وكوب ماء قبل النوم جميل جداً بيكون مانع للجلطات يبقى الصبح على الريق زي ما حطيك بتقول الصبح على الريق قبل الفطار بس أستنى نصف ساعة مثلاً وافطر آه وقبل النوم وقبل النوم مباشرة آه ده بيخفف بقى للزوجة يعني ناخدها أنه هو مفيد وخلاص لكن حطيك بتفصل طبعاً عشان العايز يعرف آه أنه هو بيخفف لزوجة الدم قبل النوم أيضاً قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة أو تقوم من الماء زيادة ده بسواني بقى تاني بقى الحطة دي قبل قبل آه وأثناء ممارسة الرياضة وبعد ممارسة الرياضة يعني أثناء ممارسة بيتوقف كده المدة دقيقتين ثلاثة آه ياخد شوية ماء بس مش كتير ويشرب كوب ماء ليه ليه بقى لأن أولاً طب الله زهد أنت قلت قبل وأثناء وبعد خلينا في قبل الأول ليه قبل الرياضة باشرب ماء في يديتها إيه قبل ما بلعب رياضة مثلاً أولاً هي بتنشط الدورة الدموية ثاني حاجة بتخفف الألم الناتج عن مخلفات الحر لما الواحد بيتحرك بيجري بيمارس جيم بيلعب رياضة بيطلع حاجة اسمها اللاكتك أسد حمض اللاكتيك حمض اللاكتيك ده اللي هو بيدي الإحساس بالوجع والألم في العضلات وفي المفاصل وكده بيسموه اللاكتك أسد حمض اللاكتيك المياه بتخفف بتعمل ووش الحمض اللاكتيك تمام يبقى دي لها فايدة قبل لا فايدة آه تاني حاجة شرب المياه أثناء ممارسة الرياضة وبعد الممارسة بتعود السويلة التي تفقد أثناء ممارسة الرياضة جميل إيه بقى أثناء ممارسة الرياضة أنقطع دقيقة أيوة أسف بعض الناس أسمع يعني يقولك ما تشربش مياه بس أنه أنت بتلعب رياضة لا هو بيريح بس يريح مش هو بيجري مثلا يشرب بعصين كوب ماء ويرجع يمر السويلة تاني ويرجع يمر بعد الرياضة طبعا بتديله اللي فقده اللي فقده عشان يعود السويلة التي تفقد أثناء ممارسة الرياضة طيب ده بالنسبة للماء العادي الماء العادي آه يعني اللي هو من غير ولا سخن ولا حاجة ولا سخن طيب الماء الساخن بقى لفوايد تانية وتوقيتات تانية وتوقيتات تانية الماء الدافئ وده العلاج بالطريقة اليابانية هم اشتغلوا العلماء في اليابان على الماء الدافئ وقالوا أن الواحد كل يوم يشرب أربع أكواب ماء زي ده ماء دافئ قبل الأكل بخمسة وأربعين دية يعني على الريق أو على الريق على الريق مية دافية أربع أكواب أربع أكواب ماء دافئ يوميا على الريق قبل الأكل يعني أسخنوا شوي ألي أغليه لا يسخن يسخن بس قبل الأكل بـ 45 دقيقة بعد كده يتناول الفطور وبعد كده بعد الفطور لا يأخذ أي شيء مطلقا لا يتناول أي شيء مطلقا مدة الساعتين يعني ما ينفعش يشرب المياه ويفطر على طول ويأكل بقى الوجبات الخفيفة السليعة لا ما ينفعش يمتنع يبقى كوب ماء 160 ملي زي ده أربع أكواب ماء دافئ قبل الأكل قبل الفطور وبعدين يتناول الفطور وبعدين ما يكلش حاجة مدة ساعتين يعني العريق طبعا يا دكتور يعني ما عليش أنا عن نفسي لو مش عطشان وشربت كوباية مياه بيبقى بالعافية أنا مع حضرتك هنبدأ بالتدريج لأن أربع أكواب ماء كتير أربع أكواب من الماء صعب صعب جدا صعب ولكن نبدأ بالتدريج هم بدأوا برضو بالتدريج يعني قال لك أول يوم مثلا كوب تاني يوم كوبين يبقى أضرب نفسي تدريجيا عشان حوصل لحد ما نوصل إلى أربع أكواب ماء دافئ يوميا ساعة 160 ملي على الريق وماكلش حاجة لحد الفطور لمدة ثلاثة ربع ساعة وبعد الفطور بساعتين ما يكلش ما يكلش يعني يبتدي يأكل بعد ساعتين بعد ساعتين ويعيش يوم عادي ويعيش يوم عادي طب يا دكتور إيه فايدة الموضوع ده الموضوع ده بيعمل إيه أه أولا بيعيد قلوية بيعيد قلوية الدم جميل بيخفف حموضة المعدة بيطرد غازات القولون بيخفف من لزوجة الدم بيعالج يعني عسر الهضم والإمساك بيتخلص من الرواسب والأملاح في الكلة بيمنع تكوين الحصوات الكلوية بينشط الدورة الدموية للكلة بينشط الدورة الدموية العامة للجسم كله جميل بيمنع حدوث الجلطات وقبل حضرتك جميل جد بيجدد خلايا البشرة بيجدد خلايا البشرة بيقوج هذه المناعة بيقوج هذه المناعة كل ده بيحدث مع الماء اللي ايه الدافئ مع الماء الدافئ وبالطريقة اللي احنا وانا عليها بالطريقة اللي احنا عشان نوصل لأعلى فايدة للماء الدافئ وجدوا ايه فايدة الطرقة دي وجدوا ايه الفايدة بالزبط قالوا عملوا لما عملوا الدراسة بتاعتهم وجدوا ان الطرقة دي بتفيد في علاج الصداع مثلا بالطرقة دي في خلال ثلاثة أيام قلبها لكم وعملوها بدون أدوية وجدوا أنها بتعالج الصداح في خلال ثلاثة أيام وجدوا أنها بتعالج أمراض الجهاز الهضمي زي حالات العصر الهضم والإمساك والقولون العصبي والطرابات القولون والحاجات دي في خلال عشرة أيام وجدوا أنها بتعالج مشاكل الجهاز البولي زي الأملاح الكولى ومشاكل حصواته حصواته كده في خلال عشرة أيام بنسبة الدقيقة دكتور هل فعلا بتعالج بنسبة كبيرة؟ هم عملوها واجدوا إنها بنسبة 100% وما في الدراسة في العالم بتيجي 100% ده الطريقة التي طبقت في اليابان لأن ليه تحافظ عليها هنقوله فيما بعد نعم تمام واجدوا إنه بتعالج مشاكل الدورة الشهرية في خلال 15 يوم واجدوا إنه بتعالج مرض السكر وتخفف من مضاعفاته وتمنع مضاعفاته خاصة النوع السكر من النوع التاني واجدوا إنه هي في خلال شهر حالات السمنة في خلال 4 أشهر ده السمنة دي موال كبير هنتكلم فيه واجدوا إن بيعالجوا حالات الصرع وحالات بعض حالات الصرع وحالات بعض حالات السرطان وحالات الشلل واجدوا إنه في خلال 9 أشهر 9 أشهر بس يستمر بقى يا دكتور هل لو انقطع لو انقطع يوم كده ولا تيني مش مشكلة يكمل 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 ما يزقش دي طريقة العلاج بالماء الدافئ أنا عن نفسي جربتها بس لأسف ساعات الواحد هي الاستمرارية آه يعني الاستمرارية طيب طبعا أنا سمعتها طبعا من حضرتك قبل كده إن هي بتعالج أمراض كتيرة جدا يعني بتدخل في حاجات يمكن كان من الصعب حتى الطب يعني والأدوية زي السرطانات وكذا هل ليها دور في الأمراض السرطانية مثلا؟ هي لها دور راح نقوله فيما بعد في الماء الزمزل يبقى دي مرحلة تانية دي مرحلة تانية يبقى كده الماء الدافئ عرفنايا دي الماء الدافئ هم طبقوا الطرق دي بدون أدوية لكن أنا بنصح إن في بعض حالة زي مثلا مرضى السكر مرضى السرطان مرضى السرع لا مانع إن هذا العلاج بالماء بيصير بالتوازي مع العلاج الدوائي بالتوازي يعني ما بنرغيش برضو العلاج الدوائي يعني يغضي العلاج الدوائي ويغضي العلاج بالماء هيمنع عنا المضاعفات وهيحسن حالة المريض وبالساعدتك يعني هنستفيد بي جدا 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 يبقى الواحد ياخده خلاص هو مش مضر أصلا المايا ما فيش فيها مضاعفات يعني بس طبعا هي زي ما قلنا الترق دي مش أبسوليوتل يعني بنسبة 100% مش لكل المرضى في بعض المرضى يعني لا يصلح لهم شرب الماء بهذا هي مش لكل المرضى أكيد بس كل الناس ممكن تقوم بها كل الناس تقوم بها عدى 3 حالات آه 3 حالات ما اعملوهاش مرضى الهارت فيليار الفشل القلبي مرضى الرين الفيليار الفشل الكلوي مرضى الهيباتيك سيل فيليار اللي هو الفشل الكابدي لأن المرضى دول وقبل ساعاتك الجسمهم معب مية عندهم استسأل فانما قدرهمش كميات مية كبيرة قدرهم مية ازاي على حسب اللي بيخرجوا هنا بقى هنا محظور عليه بقى كسرة المية لأن بيحصل حاجة اسمها ووتر توكسيستي يبقى إذن ووتر توكسيستي اللي هو التسمم الماء تسمم المائي آه وقبل ساعاتك أنا بديله على حسب اللي يخرجوا والله إذا كان المريض ده بحسب له كمية البول على مدارة 24 ساعة إذا هو بيخرج مثلا ألف ملي في اليوم يعني لتر بديله قصاده لتر بيخرج ألف ونص أعطله ألف ونص لكن لو بيخرج ألف ونص وأعطله أتنين لتر صحيح نص لتر ده هيتخزن هيتخزن في جسمه هيعمل مشاكل تانية أيها تمام إذن كل مريض إحنا بنحدد له الطريقة المناسبة سواء يتعالج بالماء العادي أو بالماء الدافئ أو بماء زمزم أو بالماء المقروع عليه على حسب حالة المريض إحنا اللي بنحددها جميل أول طيب حضرتك قلت ماء زمزم بقى ماء زمزم ندخل بقى ماء زمزم طبعا هو مش بتوفر عند الناس كلها ولكن فيه ناس بتقدر أنها تجيب في عبوات هل هل طبعا إحنا عايزين نبدأ الأول أنا عايزة أعرف ماء زمزم هل هو ماء عادية ولا تتميز عن الماء العادي في تكوينها حتى بشيء تاني لا ماء زمزم له خاصية سبحان الله دي ماء زمزم ده بئر يعني رباني عندما ونحن نعلم جميعا قصة ماء زمزم حينما ترك سيدنا إبراهيم السيدة هاجر عليها السلام وسيدنا إسماعيل وغرديع في وادن غير زي زرع نعم ما فيش في زرع إذا ما فيش في ماء انقطع بها السبل في الحصول على الماء سبل الحياة فالسيدة هاجر يعني تركه في طريق جبل الصفا وتبحث عن الماء فلا تجد وترجع تاني ثم تعود يعني ركض إلى جبل المروة سبحان الله فلا تجد الماء يعني انقطع بها السبل السبل دعت ربنا سبحانه وتعالى نعم دعت الله استجاب لها الله نعم فأنزل جبريل إلى الأرض ربنا سبحانه أنزل جبريل فضرب الأرض ضرب الأرض بعقبه أو بجناحيه فخرجت ماء زمزم إذن هو ماء يعني رباني ماء رباني وغير مدنس وغير أنه هو ما فيش فيه أي شيء يضر طبعا هو يتميز بإيه عن الماء أو أعيز أعرف تمييزه كتركيبة يعني هل هو تركيبة الماء بس ربنا نبارك فيها أو لا تركيبته نفسها فيها حاجة تركيبته نفسها مختلفة عشان ماء مبارك مختلفة تحتوى على كمية كبيرة من الأملاح المعدنية والكالسيوم والماغنيسيوم وفيه ميزة مهمة جدا 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 أن البيئة بتاعته قلوية كل الماء اللي في الدنيا كلها في العالم متعدلة متعدلة عند الرقم سبعة يعني يعني ممكن تبقى يعني آخر الحمضية ستة وتسعة من عشرة سبعة سبعة واحد من عشرة ما توصلش تمانية إلا ماء زمزم على مستوى القرى الأرضية الله عند الرقم تمانية وده طبعا يعنعكس أن له فوائد كبيرة الرقم تمانية ده قلوي بنسبة مئة في المئة بالتالي لا تنشط فيه الفيروسات ولا البكتيريا ولا الفطريات ولا الجرسيم يا سلام أهم حاجة طبعا حضرتك زكرتها أنه لا ينمو فيه الفيروسات إذن هل نستطيع أن نستخدمه نعم في علاج الإصابة ببعض الفيروسات منها فيروس كورونا طبعا وعملنا براسة بهذا الكلام نرجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له يا سلام يعني إذا حضرتك هتشرب ماء زمزم لأي مرض عندك ربنا يشفيك إذا كان عندك يقين بالله سبحانه وتعالى ويقين في هذا الماء الله ماء زمزم لما شرب له وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ماء زمزم عليه السلام طعام طعم وشفاء سكم شفاء شفاء مش علاج الله مش علاج فرق جبير يا دكتور العلاج ممكن أنا أخذ العلاج ممكن ربنا يمين علىه بالشفاء أو لا يمين بالشفاء صحيح الشفاء من الله الشفاء من الله والعلاج وسيلة العلاج وسيلة لكن ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم وشفاء سكم الله مش علاج وسكم شفاء شفاء جاب لك من الآخر يعني ممكن أخذ العلاج ممكن أخف على العلاج ممكن مخفش صحيح لكن شفاء شفاء نهائي ربنا مش عايز يتعبك جعل فيه الشفاء مش الدواء الشفاء ولا العلاج الشفاء نهائي الله فإيه فكرة علاج يعني إيه فكرة إن إحنا نعالج الفيروسات وخاصة فيروس كورونا بالماء زمزم إزاي وإيه الطريقة اللي شربها الماء زمزم الفيروسات بصفة عامة لا تنشط في الوسط القلوي الفيروسات تنشط في الوسط الحمدي الحمدي وماء زمزم قالوي بنسبة 100% والدراسة ده أنا عملتها شخصيا عملتها في السعودية في مركز خليج الصحة عملت الدراسة من خلال شكله على ألف مريض حضرتك اللي عملت دراسة Abgامل دراسة عبارة عن إيه مع الدراسة ده كانوا بعض المصابين بكورونا والمخالطين يعني حضرتك عملتها على بعض المصابين بعض المصابين والمخالطين والمخالطين تم عبارة عن إيه الدراسة كنتش بديهم غير ماء زمزم وبعض الفيتامينات لتكوية جهاز المناعة فقط كأدوية ولا كطعام حتى طعام وأدوية يعني ما بياخدوش حاجة خالص ما بياخدوش أدوية خالص غير ماء زمزم وبعض الفيتامينات التي تدعم وتقوي جهاز المناع طبيعي لأنه هو مية بس مش هادر عيش عليها لا ما هو بياخد أكل وكل حاجة يعني أنا طوال حضرتك بياخد أكله ده الإسلوب العلاجي طريقة العلاجي إيه؟ التضلع بماء زمزم يعني إيه التضلع بقى أيوة التضلع يعني الواحد على معدة فاضية بيبدأ يشرب المية بالتدج يشرب المية ماء زمزم ماء زمزم لحد ما يحس أن الماء وصل إلى ضلوع يعني هيرجع وصل إلى الضلوع امتلعت الضلوع ده التضلع بماء زمزم ده فكرة العلاج التضلع بماء زمزم وجدنا أن هذه الطريقة أعطت نتائج مبهرة جدا وعملت الدراسة ده على ألف مريض النتيجة إيه بقى يعني؟ لقيت إيه؟ أن حصل تحسن كبير جدا ما شاء الله للمصابين والمخالطين بعد التحليل طبعا بعد التحليل والمخالطين عملنا لهم مسحات طبية وعملنا لهم إيه؟ عملنا في الأول وعملنا الدراسة وبعد كده عملت التحليل تاني طبعا الحلقة أنا عملت الكلام ده في حلقة في المملكة العربية السعودية في برنامج العيادة والحلقة دي تم نشرها في المملكة وصلت حتى إلى الدوان الملكي جميل وصلت إلى الرئيس العام لشؤون الحرامين الشريفين وكان الشيخ السوديس بعد شهر بعد شهر جاء شكر من رئيس شؤون الحرامين الشريفين وقام بتوجيه بتوجيه بتوزيع زمزم بالمجان على جميع مرضى كورونا بالمملكة العربية السعودية ده على الدراسة دي على الدراسة دي ما شاء الله يعني حضرتك ربنا يجعلك طبعا سبب في شفاء الناس جميلة لأن ماء زمزم قلوي ده اختصار الموضوع بقى هو العلاج عشان هو قلوي والفيروس لا ينتشر في الوسط القلوي فاحنا بنعطي ماء زمزم وبعض الفيتامينات التي تدعم جهاز حضرتك تجيبها لنا بقى المرة الجاية ان شاء الله وانت جاي طبعا أيضا في علاج السرطان يعني ماء زمزم اه في المملكة العربية السعودية ده كان معمول له دراسة ولا دي معلومة عمل له دراسة في 2017 الاخ العزيز الأستاذ الدكتور علي الزيابي في المملكة العربية السعودية اه تمام عمل دراسة دراسة ماء زمزم على مرضى سرطان الرئة في 2017 وكانت نتائج مذهلة جدا 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 م شاء الله فكرة العلاج ايه ايضا ان ماء زمزم قلوي وجدوا ان الخلايا السرطانية لا تنمو في الوسط القلوي يبقى الخلايا السرطانية لا تنمو في الوسط القلوي ولا الفيروسات تنمو في الوسط القلوي وكل ده متوفر في ماء زمزم في ماء زمزم م شاء الله ايضا عملوا الدراسة قالوا طب احنا عملنا على سرطان الرئة نعمل على سرطان القولون وجدوا نفس النتائج مبهرة جدا 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 والدكتور علي والفريق البحث بتاعه قالوا ان هذا لا يغني عن العلاج الدوائي يعني هذا يسير العلاج بماء زمزل يسير بالتوازي مع العلاج الدوائي سواء كان علاج جراحي او كيميائي او اشعاعي اه يعني مش لا يكفي وحده لازم يمشي بالتوازي عشان ما يجيش واحد عنده سرطاني يتوقف عن العلاج لا 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 صحيح ويبدأ ماء زمزل لوحده لا بالعكس ان يبدأ بالتوازي مع العلاج الدوائي ده يحسن الحالة جدا هيمنع نقدر نسيطر على المرض يمنع الانتشار بتاع الخلاس السرطانية في باقي الجسم يعني طريقة وجدوا فيها نتائج مبهرة جدا 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 يعني اذا احنا ممكن نستخدم ماء زمزم بالتوازي مع العلاج في حالات الاورام السرطانية وخاصة سرطان الرئة سرطان القولون وده اتعمل عليها بحث في 2017 في المملكة العربية السعودية جميل جد شوف حضرتك يعني انت كطبيب وكإنسان بتقول كلام جميل قوي وكطبيب يعني بتقول الكلام ده وللأسف في ناس يعني لا اذكر اسمائهم بعض الناس ويمكن نزل وعمل ده في كتب وعلى الفضائيات وكان يعني بيتكلم على ماء زمزم بشكل انا استاح ان انا اسمعه يعني من هذا الشخص ومثقف بيقول بقى ان ماء زمزم انت عارف يعني الحاجات اللي بتظهر اسفاف دي ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في الكتاب الكريم حينما قال لسيدنا ايوب اركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب الاكثر من ذلك ان وجد العلماء الاختسال بالماء بماء زمزم ماء زمزم بالاخص البارد يكون بارد ماء بارد اه الاختسال بماء زمزم البارد البارد ويكون مقرؤ عليه ايات من القرآن الكريم والشرب من ماء زمزم بماء مقرؤ عليه ده بيعالج حالات من الحالات المستعصية اللي احنا بنشوفها في مجتمعنا بيعالج حالات السحر والحسد والمس الشيطان ده رد قوي طبعا على الناس اللي بتتكلم انا طبيب واستشاري انا بتقول لي اصلا في واقع قدامنا واقول هذا الكلام على مسؤوليتي بيعالج الحسد والسحر والمس الشيطاني الشيطان خلق من النار صحيح الشيطان خلق من النار يطفئ الماء ويطفئ الماء البارد نعم ربنا سبحانه وتعالى حينما قال لسيدنا ايوب قال ماء بارد وشراب وشراب حدد بارد بارد وشراب والافضل انه بارد لان طبيعة الشيطان من النار ويطفئ النار الماء والبرودة عموما والبرودة الماء البارد حضرتك ذكرت في الكلام شيء يعني استوقفني قليلا برضو هنرد به على الناس اللي بيش عارف بيزعلوا من الكلام في الحاجات الكرآنية والجميلة دي بيقول ان الماء المقروع عليه القرآن بيتغير حتى شكله الفيزيائي غير ان هو بيعالج بالفعل طيب عايزين سريعا كده عن الماء العادي سواء بقى زمزم او غير زمزم المقروع عليك القرآن هل بيتغير ولا هو هو هقول لي سعدتك حاجة هذا كاس ماء غير مقروع عليه جميل وهنجيب كاس تاني ونقرأ عليه ونقرأ عليه ايه الفرق بقى الفرق الفرق يعني انا هقول لحضرتك من علماء ليسوا على ملة الاسلام يا سلام تجربة وقعية العالم ما صاروا وموتوا وده كان رئيس معدل ابحاث في توكيو تمام فوجد ان الماء بيتغير عندما يعني يقرأ عليه او عندما نسمع هذا الماء بعض الكلام تقرأ عليه قرآن بيتغير ازاي برضو عايز اعرف انا اقول لحضرتك في بداية التجربة هو عمل ايه بدأ يجيب الماء يقول يا ماء مثلا انت قادر على الشفاء يا ماء انت كذا انت كذا كلام كويس وبدأ يشوف البلورات دي تحت الميكروسكوب شكلها ايه وبدأ يقول كلام اخر وبدأ يشوف هذه البلورات تحت الميكروسكوب دي شكلها ايه فقعد حيران كده ففيه طالب كان مبتعس في بعصة في اليابان فبقول له يا مصدره ايش مشكلتك يعني ايه ايه قال له الماء بيتغير عندما يقرأ عليه او عندما نسمحه بعض الكلام الكلام العادي اه فقال له هاتكوبين من الماء اه وانا هنقرأ عليهم بعض الكلام وشوفهم تحت الميكروسكوب شكلهم ايه تمام خد كوب لم يقرأ عليه وكوب الاخر بدأ يقرأ عليه ايات من القرآن الكريم ايات من القرآن ايه وكأنها بلورات من الماس سبحانه الله العظيم والماء والماء الاخر اللي مش مقروع عليه بلورات عادية متنصرة ومتنصرة قال له انت قرأت قال له انا قرأت ايات من القرآن الكريم على هذا الماء اذا هو بيختلف تركيبه حتى تركيبه وطبعا الناحية الايمانية احنا حتى من غير ما نعرف الكلام ده احنا مؤمنين انه هو واقع مش كلامه بدأ يعمل الدراسة تخيل حضرتك على مدار 15 سنة اللي هي ايه الدراسة بقى على ان اللي يقرأ وما يقراش الماء المقروع عليه وشكله ايه تحت الميكروسكوب يقرأ ويرائل يشوف والبلورات شكلها ايه وبدأ يصور البلورات مقبل ساعدتك وجد بعد 15 سنة من الدراسة في 5 مجلدات وعمل 5 مجلدات ميسيج فروم ووتر رسالة من الماء مش من تحت الماء من تحت الماء نغرقنا من تحت الماء كفاية بقى تحت الماء بقى غرقنا لا ماسيش فروم ووتر مش رسالة من تحت الماء مش اني اغرق لا ماسيش فروم ووتر رسالة من الماء خيال حضرتك خرج ده ايه ان الماء له ذاكرة وله وعي وله ادراك وله قدر على التعبير انه كأن حي ما هو جعلنا من الماء كل شيء حي سبحان الله العظيم يعني بالضبط وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه لا تفقهون نعم لا تفقهون تسبيحه فاذا كان الماء المقرؤ عليه في هذا القوب الماء في هذا القوب يتأثر بالقرآن الكريم تمام فان جسم الانسان ده 70% منه ماء لان 70% منه ماء اكيد ثلاثة اربع جسم الانسان ماء طبعا واللي بيشكك في العلاج بالقرآن الكريم يعني بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللي رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اه اذا كان هذا لو نزل على جبل على جبل صم صخر بيتأثر فما بالك بالماء بالماء وما بالك بالانسان يعني لو واحد ارى قرآن فاذا عندما بيتم قراءة القرآن او يشرب الانسان الماء المقرؤ عليه او الروكية الشرعية فده جسم الانسان وخاصة الاجزاء المردة من جسم الانسان بتستجيب لان تلات تربع جسم الانسان ماء طيب يعني الكلام كده بقى جميل الماء طبعا مفيدة في جميع احوالها بردة سخنة ماء زمزم بس كل طريقة من طرق ايوه هو ده اللي احنا عايزين نقول لها طريقة لها طريقة ولها كمية ولها توقيت او انا سمعت من حضرتك حاجة اسمها بس يعني عايز افهمها اكتر العلاج الفيزيائي طب هل دي تختلف على اللي احنا قلناه العلاج الفيزيائي بالماء ودي الطريقة اللي تعالج بها الملاكم الشهير محمد علي كلاي عايز افهم برضو اكتر ايه العلاج الفيزيائي ده العلاج الفيزيائي ده بيسموه الهايدرو سيرابي العلاج بالماء بيبقى العلاج بالماء ده في حمامات سباحة وتحت اشراف مدربين بيقوموا بعمل تدريبات معينة للمريض وبعد المساج تحت المية الطريقة دي وجد انها بتعالج حالات الشلل الرعاش بتعالج حالات الدسك وحالات الغضروف والألام أسفل الظهر بتعالج حالات عرق النسا حالات الشلل حالات ضعف العضلات وفيه طريقة اسمها طريقة واتسو طريقة واتسو ده انه بيتم المدرب انه بيعمل يعني مساج للمريض هو في حمام السباحة للاجزاء اللي هي الضعيفة والمساجة انا فهمت فيزيائي انا مش بالشرب بقى انا اللي ادخل في الماء الحاجة التانية فيه حاجة اسمها كنتراست هايدرو سيرابي يعني ايه كنتراست هايدرو سيرابي احنا قلنا الهايدرو سيرابي اللي علاج بالماء فيه حاجة اسمها كنتراست هايدرو سيرابي الكنتراست هايدرو سيرابي دي دي عبارة عن ايه انه بنخلي المريض يتعرض للماء البارد ثم يتعرض للماء الايه الدافئ في بعض الناس وإحنا بيشوفها في مجتمعنا موجودة بعض أولادنا بتلقى أصبح الصبح تلاقي رجلي متورمة عنده برودة في الأطراف عنده زرقة في الأطراف صحيح زرقة في أصابع القدمين الطريقة اللي بنعالج بها إيه إنه هو بنقول والله إحنا عندنا خمس فروض للصالح قبل كل فرض في وضوء قبل مع كل وضوء بتبدأ تغسل إيدك بالماء البارد وبعدين بالماء الإيه يعني يعمل نفس الوضوء بالبارد وبالساخ والرجلين نفس الحكاية الحكاية ده بتعمل إيه بتفيد في إيه يا دكتور العلاج الغسيل بالماء البارد بيعمل انقباض في الأوعية الدموية طبيعي وبعدين الماء الساخن بيعمل اتساح في الأوعية الدموية يعني انقباض وانبساط ما بين الانقباض في الأوعية الدموية وما بين اتساحها ومال ساعتك بتبدأ تنشط الدورة الدموية الطرفية كأنها تمرين للأوعية كأنها تمرين زي الرياضة أي الرياض يقولك اعبع عشان تمرن العضل عملها انقبالت وانبساط فده يعتبر تمرين للأوعية ده طريقة احنا قلنا الهايدروسيرابي وده الكنتراست هيدروسيرابي في طريقة اللي هي الحمامات الدافية في حاجة اسمها حمامات المقعدة حمامات المقعدة ده في إناء كبير في ماء دافئ بيبدأ المريض يقعد فيه يوميا تلات مرات يوميا كل مرة من 15 إلى 20 دكتر ده عشان يعالج حاجات معينة يعالج المغص الكلوي المغص الحالب النتج عن حصوة الحالب التهابات المسانة التهابات البرستاطة علام عصر الطمس في بعض البنات الالام النتج بعد الولادة مباشرة حالات الشرخ الشرجي حالات النصور الشرجي حالات البواسير بهذه الطريقة جميل ده حمامات الماء حمامات اسمها حمام المقعدة في حمام الماء الدافئ وده يعني أو إناء الماء الدافئ وده موجود في ذاكرة كل المصريين وموجود في الدراما المصرية أي نعم موجود في الدراما المصرية أيها فعلا يعني كنا بنشوف أباءنا وأجدادنا أول ما يجي بالشغل وخاصة لو شغله مثلا وقف طوله النار في محل أول ما يجي البيت يحط رجليه في مياه وملح ده بتحمل ايه بتحمل ايه بقى مياه دافية بتبدأ يعني تفتح المسام بتنشط الدورة الدموية تنشط الأعصاب بتخفف الألم تخفف التورم ده عشان مياه دافية اه تورم بتاع رجلين وده احنا شفناه في فيلم السيد إيشتر أفلام كتير الأفلام القديمة الأستاذ عادل أدهم والأستاذ سهوري البابلي وشفت الجمال الإناء النحاسي الجميل والحجاب بتاع الزمان دي اه والبراد النحاسي اللي فيه الماء الدافية وجاء المشهد بالتفاصيل وموجود في ذاكرة كل المصريين معادش فيه الكلام ده دكتور جدا معاصر سي السيد مفيش الماء والماء ده فيه خناقات دافية وفيه مشاكل دافية دي ليا اتغيرت دي بالنسبة للماء الدافئ فيه العلاج بال الهايدروسيرابي أو العلاج الفيزيائي الكمدات البردة والكمدات الدافية اي نعم مع يعني بالتبديل اه لا الكمدات البردة ببعض المرضى يعني مثلا حالات الحمّة السخونة اكمدات بردة اصابات الملاعب دايما طبيب الملاعب يعني كل حاجة ولها حاجة لها حالة مجهز كمادات التلج والماء البردة في حالات اصابات الملاعب عشان تخافquent تورمات ولا ايه والاصابات بتاع الملاعب تعمل اقبض الاوعية اه في حالات mencionات الماء الساخن الماء الساخن ده بيوسع الدورة ووسع الأوعية دموية ويقوي يعني جهاز المناعة المناعة فأنا لما بجأ حطها مثلا على مرير عنده التهف العين أو التهف الجفون بيستجيب جدا لأنها بتنشط الدورة الدموية وقبل ساعتكم بتنشط الجهاز المناعة تطلع خاليات دم البضاء كثيرة تقدر تقاوم المكروب ده جميل وبرضه بنستعمالها في حالة التهب العضلات وتأيبص المفاصل وخشونة المفاصل الماء دافية صحيح ببا كده يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة أن الماء بجميع أحواله بجميع أحواله مفيد بس كل حالة أيضا غرف السونة وغرف البخار هدام العلاج الفيزيائي غرف السونة هي بتعتمد على بيتعرض الجسم البخار ماء دافئ ده بيوسع المسام فبيعالج حالات كتيرة جدا زي حالات التهبات البشرة والحبوب الشباب لأنه بفتح المسام بيساعد معنا في التخسيس اللي بتخلص من السوائل بتاعت الجسم ومن الدهون والحاجات دي إحنا هنعمل للتخسيس ده موضوع تاني بيساعدنا في التخسيس أيضا بيساعدنا في التهاب العضلات وتيبس المفاصل خاصة في حالات التهاب المفاصل المزمن نعم التهاب دي بتعالج فيها بتفيد فيها أنا بحبك يا دكتور حبك الله يا رب ألما بحبك أو بحب أي حد بيحصل عندي حاجات أنا معرفهاش كإنسان بس حاجات حلوة كويسة حضرت الترجم لنا بقى يعني الحب احنا قلنا على العلاج بالماء والعلاج بالحب ولو رجعنا للماء تاني نرجع له بس أنا عايز أنتقل إلى الحب العلاج بالحب الحب بيعمل إيه في جسم الإنسان الأول يعني ماديا يعني بيعمل إيه هل بيفرض حاجات فعلا ولا هي مجرد أحاسيس وخلاص لأ عندما تلتك بمن تحب وخاصة يعني بنشوفها كلنا وكلنا مرة بالتجربة دي عندما تلتك بمحبوبتك في الأول بتشوفها كده أول نظرة لو في قبول سبحان الله يعني لو ربنا يعني أراد القبول يعني بيقولك الحب من أول نظرة إيه اللي بيحصل في الجسم الدكتورة هيلين فشر وكانت بحثة في أمراض الأعصاب وخاصة كانت يعني دراستها بتعمل الدراسة على فيسيولوجية وكيميائية الدماغ المخ عندما تلتك بمن تحب يعني أنت عندما تلتك بمن تحب إيه اللي بيحصل في الدماغ بالظبط وجدت عندما تلتك بمن تحب في جسم الإنسان فيه من عشرين إلى أربعين مليار خلية يا الله تخيل هذا الكام بين هذه الخلية بتفرز مادة اسمها الماتريكس ما بين الخلية بتعمل إيه بقى المادة دي عندما تلتك بمن تحب المادة دي بيزيد إفرازها مادة حليبية بيزيد إفرازها بتجمع الخلية مع بعضها وتنسك الخلية مع بعضها خلية الرأس ولا الدماغ خلية الجسم كله الجسم كله وكأن كل خلية بتحب أغتر يا السلام عندما تعال شوف العكس عندما تلتك بمن تكرى أو في حالات الكر الوضع مختلف أو في حالات العداء الوضع بيختلف غضب ونفور وجدت إن هذه المادة الحليبية اللي بيسمها الماتريكس بتتلاشى بتضعف وبيكل إفرازها وبتتلاشى والخلايا بتتنافر وكأن كل خلية تكره أختها سبحان الله ده نتيجة إفراز مادة إيه بقى هقول لحضرتك بيجي الإنسان يقول إيه أو الإنسان لو هي مش قبل فلان أو بتقول ده كل حتة بجسم بتكرهه يا السلام مش قبلها هو ده اللي بيحصل هي بتعبر عنه كده لكن هو فائل هو ده اللي بيحدث على مستوى الخلايا في حالات الكر كل الخلايا كل الخلايا بتتنافر وتتبعد عن بعضها وكأن كل خلية بتكره ده الكر أو الغضب فوجدت البحثة دي عندما تلتك بمن تحب في هرمون في المخ بيطلع من الهايبوسılar أو بيطلع من قاع المخ تمام اسمه هرمون الأوكسيتوسين الأوكسيتوسين ده اللي هو هو هرمون الحب هرمون الحب أو هرمون السعادة لا السعادة دي السيروتينين ده هرمون الحب بيخرج من الدماغ من قاع المخ ويتحرك على الغدة النخامية أو الغدة الصنوبرية اللي موجودة في قاع المخ بتبدأ تفرزه على جميع أجزاء الجسم وقبل ساعدتك ده الأكسيتوسين ده بتاع الحب هرمون الحب لما بالتقي بمن أحب بيفرز هذا الهرمون بالضبط بيروح فين بقى بيتوزع على جميع أجزاء الجسم هو ده اللي بيدك الإحساس بالحب والإحساس الأم بالأمومة جميع أنواع الحب يعني وجميع أنواع الحب وجدت البحيثة دي عندما تلتقي بمن تحب إيه اللي بيحدث في المخ عندما تلتقي بمن تحب أو عندما تشعر بالحب فإن فيه أماكن في المخ تضيء وتشع فبدأت تبحث الأماكن دي وجدت أن هذه الأماكن قد فعلت بسلاس من الهرمونات هرمون الدوبامين بتاع الحركة والنشاط هرمون الأكسيتوسين هرمون الحب هرمون السينوتيني هرمون السعادة جميل ده كل ده بلقاء من تحب بلقاء من تحب وجدوا العلماء لما عملوا دراسات قال ده إحنا ممكن ده إحنا ممكن ده إحنا تتكلم في حاجة مهمة وخطيرة وإحنا في التطور دلوقتي كل حاجة بتصنع هل من الممكن يعني أن هرمون السعادة ده ولا هرمون الحب يصنع ونشتري؟ موجود موجود فين يا ده بلقاء؟ هرمون السعادة في حالات الولادة في حالات الولادة إذا في حالة مثلا الست بتبقى تطلق بتاعها ضعيف أو في الحالات ديات احتاجة قوة مثلا الدكتور النساء بيعمل إيه؟ اللي ما بيلاقي عنق الرحم فتح فتح وكده بيبدأ يعطي للمريضة هرمون أكسيتوسين من خلال أدوية معينة هل نقدر نعرفها ونشتريها مثلا؟ ممكن موجودة هل محظورة والعادية؟ لا هرمون الأكسيتوسين ده بيعمل إيه؟ بيعمل انقباط في الرحم وبيعمل اتساع في عنق الرحم يعني بيعمل انقباط في عضلة الرحم واتساع في الرحم سبحان الله ومجرد ما الست بتسمع صوت طفلها بعد الولادة أو تشوفه كأن الألم اختفى تماما صحيح صحيح وكأن لم يكن فيه ألم ولا صراخ ليه؟ بفعل هرمون الحب يا سلام إذن هو حاجة مفيدة جدا هو موجود في السيدات بالنسبة عالية ان ربنا عشان غريزة الأمومة أيضا موجود في الرجال يعني وجد ان الأب عندما يحتضن طفله المولود بالزبط ويبدأ يحضنه ويقبله وجد ان هرمون الأكسيتوسن بيبدأ يزيد عنده ده غريزة هو بيشعر بشيء جيد وخلاص هو ما يعرفش مولود بقى هرمونات يبدأ الهرمون ده يزيد طيب بعد الدراسات اتعاملت قالت ان عندما تقبل أولادك ومرحين المدرسة تحضن طفلك كده او ست تحضن طفلها ابنها وراح المدرسة او بنتها وتحضنه وتقبله والطبطب عليه قالت ده بيعمل ايه قالت ده بينشط هرمون الأكسيتوسن عنده هرمون الحب ويخليه يحس يشعر بالسعادة ويشعر بالأمان والأطفال دول يحصلوا على الأعلى الدرجات في الامتحال ده شيء طبيعي لان الواحد ما يبقى سعيد بيعمل بيحقق كل شيء وفيه دراسة اخرى الحضن ما بين الأب وأولاده والحضن ما بين الزوج وزوجته من أربعة لست مرات يوميا ايوه ده بيكيهم من الأمراض بنسبة أربعين في المائة طيب الحالات المزاجية بقى معلش يا دكري المتقلبة ساعات الواحد بيبقى سعيد بيعمل اللي حضرتك بتقوله ساعات بيبقى يعني بين الأزواج اللي هم باستمرار مع بعض بتحصل خلافات أكيد يعني هل بقى الهرمونات بقى الكويسة دي بتفرز وبعين ترجع هرمونات مضادة تفرز تعالى ده لو البيت يعني ما شاء الله يكون فيه سعادة وحب بين الزوجين وحب ما بينهم وبين الأولاد بيحدث هذا الكلام جميل تعالى على بيت تاني لقدر الله فيه مشكلة مشاكل شجار ما بين الزوجين ده بتعكس على الأولاد المخلطين وبتعكس عليهم عليهم بتعكس على الزوجين وبتعكس على الأولاد وبتعكس ده كله على المجتمع ليه؟ لأن كتر كسرت الشجار وكسرت الخناء والمشاكل دي اه ايه اللي بينشط في جسم الإنسان؟ بينشط الجهاز العصب المركزي بيحدث انقباض في الأوعية الدموية ويحدث ترتفع في ضغط الدم وبالساعدتك وتنشط الهرمونات من الغدة فوق القولوية أو الغدة الكذرية تبدأ تفرز كميات كبيرة جدا من هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين الهرمونات دي تبدأ تعمل أنقباض في الأوعية الدموية وتعمل ارتفاع في ضغط الدم على المدى الطويل وكسرت الشجار بتؤثر تأثير سلبي ممكن يصاب المريض ده بسكتة دماغية جلطة المه ممكن يصاب بجلطة قلبية احنا ربنا يبعدنا بقى الاتفاع في ضغط الدم فإذا لازم نفعل ثقافة الحب لازم ثقافة الحب عموما يا دكتور أنا عايز أقولك أنه وقتنا خلص سريعا أنا كنت بتخيل أنه لسه بدري بس فجئت أنه خلص لأن هرمون السعادة شغال فأنا سعيد طبعا بحضرتك وش عالف أقول لحضرك إيه يعني أشكر حضرتك إزاي على المعلومات القائمة دي ونوعد السادة المشاهدين إن إن شاء الله في حلقات جاية هنستكمل الكلام الجميل مع حضرتك بنشكر حضرتك مرة تانية وإن شاء الله إلى لقاء قريب بإذن الله إن شاء الله تعالى شكرا شكرا لك مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة بتوجه بخالص الشكر إلى الدكتور عصام العادي استشاري القلب والأوعية الدموية وإليكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام لكم منا كل المنى وإلى أن نلتقي لكم منا أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة